رأيك ايه منذ بداية الدوري حتى هذه اللحظة على مستوى حراس المرمى؟ هل مستوى جيد أم مستوى غير جيد؟ أنا بقول إن السنوات لحد الأسبوع الخامس من الأسبوع الأول للأسبوع الخامس دي يعني من أسوأ البدايات لحراسة المرمى من أسوأ البدايات؟ من أسوأ المرأس باتفق معاك عشان كي سهلتك أول سؤال آه يعني رغم أن ما تكلمناش يعني آه لا لا أنا متفق معك جدا آه قبل كده أنت المفروض أصلا تدخل على بداية موسم فيش ضغوط آه لسه يعني آه خارجين من فترة إعداد آه جهزين كويس فيش توتر قوي فيش توتر فيش دغوط خالص يعني آه كانت مفاجأة ليه ومفاجأة لكل الناس إن البداية لحراسة المرمى مصر ومعظمهم فيه ناس بمستوى ثابت ولكن بش بمستوى متميز ولكن أنت بتقول آه مقبول جيد ولكن ما عندكش ضعيف آه ضعيف لكن ما عندكش المستوى العالي آه فدي أنا باعتبرها من أسوأ البدايات آه حتى محمد شنوي محمد شنوي محمد شنوي مباراتين آه إسماعيلي آه ومصري صح مباراتين بس آه المباراة الأولى المصري كان 4-0 آه المباراة الثاني إسماعيلي 3-1 آه آه يعني ما فيش حاجة يعني يعني نقدر نقول إنه هو كان آه اختبارات عليه يعني أو مواقف مباراة آه عليه آه بشكل قوي آه المباراة للنادل أهلي كان مستحوذ أعتقد المباراتين المصري على دوق ما يحدث وإحنا ده كده على معسكر قادم آه هو مفروض بيتوريا هيعلن حراس ماربا لو أنا محمد شنوي كده كده هو هيبقى رقم واحد طبعا مين يبقى مع محمد شنوي أنا شايف إن إحنا إحنا كنا متكلم إن في ناس سابتة على مستوى معاين اللي هو الجيد اللي إحنا بنتكلم عن إيه أنا شايف أحمد الشنوي أحمد الشنوي برامت آه ومين تاني؟ آه وفي محمد صبح ومحمد صبحي آه لغب إنه محمد صبحي عالدكة بقى له مباراتين آه مباراة يعني هيبقى التانية كمان اللي جاية مباراتين اللي جاية الممكن تبقى له مبارات تانية آه عواد لعب مباراة واضطرت فيها وبعد كياه كمل محمد صبحي آه أربع مباريات آه آه يعني لأ شايف أن برضو هنشوف برضو محمد عواد المباراة اللي جاية ولكن طب مين حرق؟ يعني تاخد حارس آه من مباراة هيلعبها اللي جاية اللي قلت لي محمد الشنوي أحمد الشنوي ومحمد صبح لو في واحد رابع يمكن يبقى مين؟ آه لو في واحد رابع يعني هتاخد بالخبرة لأن انت معندكش مميز آه فهتاخد بالخبرة أو بالنضم قبل كده المنتخب أبو جبل وهم أصلا الفترة اللي فاتت كان محمد الشنوي ومحمد صبحي وأبو جبل آه أنا شايف أن في ظلمة على أحمد الشنوي أن هو يعني هو يعني بيشتح بشكل كويس آه في أخطاء بسيطة آه فرقتهم طبعا متصدرة دوري آه وماشي بشكل كويس طيب يعني شايفوا اللي هو الأقرب اللي هو يبقى في المنتخب إن شاء الله اشتركوا في القناة في ددارة موسيقى